شكرا كاترين نبدأ جولتنا على الصحف اليوم بأول مقال اخترناه من صحيفة الأخبار عن الأزمة التي يشهدها لبنان أزمة البنزين مقال لليا أزي تحت عنوان بعد المساهمة في افتعال أزمة البنزين مصرف لبنان يساوي الدولة بالقطاع الخاص إذن كتبت لليا أزي بحسب معلومات الأخبار أبلغت وزيرة الطاقة ندى بستاني الرئيس ميشيل عون قبل اجتماع بعبدة المالية أمس الاجتماع الاقتصادي المالي أنه لا يوجد أمامنا سوى حلين الأول تراجع مصرف لبنان عن تعميمه إداع الشركات المستوردة 15% من قيمة الشحنات بالدولار أما الحل الثاني فتقسيم الأكلاف الإضافية بين الشركات المستوردة وموزعي المحروقات وأصحاب المحطات منعا لتحميل المواطن أي عب انتهاء الإضراب لا يعني أن الصفحة تطويت مصيف لبنان أولوياته لا تزال تأمين الدولار لتسديد خدمة الدين العام والدفاع عن نظام اقتصادي منهار عوضا من القيام بخطوات تحمل غالبية العظمى من السكان وتؤمن حاجاتهم وقبل أيام سدد حاكم المركزي رياض سليم من احتياطاته بالعملات الأجنبية كاملة قيمة سندات اليورو بونز مع فوائدها البالغة 1.58 مليار دولار ولكن قبل قرابة الشهر أصدر التعميم 530 الذي فرض على المستوردين إدعى قيمة الشحنات مسبقا لدى المصارف بمعدل 85% من قيمتها بالليرة اللبنانية و15% من قيمتها بالدولار وعوضا من أن يكون التعميم حلا بين الدولة ومستوردي المشتقات النفطية تحول إلى سبب للأزمة الحالية مع رفض القطاع الخاص تكبد الأكلاف وبعدما تبين أن آلية التعميم غير قابلة للتطبيق وقد علمت الأخبار أن سليم أبلغ وزارة الطاقة يوم الخميس أنه سيطبق عليها نفس الشروط المفروضة على مستوردي المشتقات النفطية ومن هنا يأتي عنوان مقال ليأزل اليوم أي مصرف لبنان يساوي الدولة بالقطاع الخاص وذلك بإجبارها على إدعى قيمة الشحنات بمعدل 85% من قيمتها بالليرة اللبنانية و15% من قيمتها بالدولار على أنه كان هناك اتفاق على أن تكون 100% بالليرة اللبنانية أي الشروط التي يجب على الدولة أن تطبقها أما إذا ما أصر رياد سليمي على شرطه فسيكون متهما في عرقلة استيراد الدولة للبنزين وافتعال أزمة الوقود أما السبب الثاني هو الشركات المستوردة للنفط وموازعون محروقات المهددون بمنافسة الدولة لهم يوم الاثنين المقبل تفض أسعار المناقصة العمومية لاستيراد مادة البنزين من قبل منشآت النفط هي المرة الأولى التي تمس فيها حصة كرتال النفط صحيح أن منشآت النفط ستستورد 10% ستستورد عفوا 10% من حاجة السوق فقط لكنها مع ذلك خسارة للشركات الخاصة التي تتخبط بين بعضها البعض حول من سيتحمل مسؤولية تراجع الأرباح لذلك تعتقد مصادر الطاقة أن المناقصة هي واحدة من أسباب الإضرب من أزمة البنزين إلى أزمة الحكومة ومن منشآت اليواء اليوم تحت عنوان شروط بسير تعيق الاتفاق على شخصية الرئيس المكلف توسعت مروحية الأسماء المرشحة لتأليف الحكومة في حال تمسك الرئيس الحريري بالابتعاد عن السلطة في هذه المرحلة ما لم تتوفر له الضمانات المطلوبة لتحمل مسؤوليته ومن الأسماء التي دخلت بقوة إلى التداول النائب هي الحريري فؤاد مخزومي رئيس هيئة الرقابة على المصارف سامير حمود والمهندس الخطيب وأشرت مصادر متابعة لعملية اختيار شخصية لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة أن هذه العملية تراوح مكانها بسبب اشتراط رئيس التيار الوطني الحرج بران باسيل فرض تسمية أربع وزراء للتيار ليكونوا ضمن التشكيلة الجديدة إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزير وثلاث وزراء إذا كانت من 18 وزير وأن تكون حكومة مختلطة أي تكنو سياسية كما ذكرت الزميلة كاترين حنى مع ضيفها في الحلقة منذ قليل كما يصر باسيل على احتفاظ وزراء التيار بحقائب الخارجية أو الداخلية يتولاه هو شخصيا الطاقة للبستاني البيئة لسليم جريصاتي والدفاع للوزير اليس بصعب وقالت المصادر نفسها أن هذا الشرط المسبق أدى إلى رفض كل الشخصيات التي جرى الحديث معها لتولي رئاسة الحكومة وكلها رفضت واعتذرت عن قبول ما عرض عليها ومن ثم تم حرقها تباعا إما من قبل باسيل شخصيا أو مقربين منه وهذا ما يحصل حاليا مع المهندس الخطيب من زاوية أخرى رجحت مصادر سياسية أن الخطيب كمرشحا للتكليف ما يزال ثابت وتشير الاتصالات باتجاه البحث بشأن الحكومة وتوزيع الحقائب السياسية لسيما السيادية منها ولزال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما جرت العادة عاملا على خط التواصل وتقريب وجهات النظر إلى صحيفة الجمهورية ونبقى في نفس الصياق ومن مشات الجمهورية لليوم تحت عنوان العبث السياسي يشلوا البلد كشفت مصادر مشاركة في اتصالات الأيام الأخيرة على الخط الحكومي وتحديدا مع رئيس الحريري معلومات خلاصتها كما يلي أولا أن الثنائي الشعي أبلغ الحريري قرارا من شقين الأول أنه لا يزال على موقفه لناحية ترأسه حكومة تكنوسياسية والثاني أنه في حال قرر الحريري العزوف نهائيا عن تشكيل الحكومة الجديدة لا يسير الثنائي الشعي بأي حكومة تترأسها شخصية لا تحظى بدعم الحريري وتغطيته العلنية والأكيدة كما بات معلوما حتى الآن لم يعلن الحريري موقفا حاسما حول عدم ترشحه لرئاسة الحكومة وهذا ما أدى إلى لعبة حرق الأسماء البديلة التي جرى تداولها في الفترة الأخيرة وأعلان الحريري تصميمه على تشكيل حكومة اختصاصيين بلا سياسيين هو شرط غير قابل للتطبيق نظرا لرفضه من قبل رئيس الجمهورية ومعه التيال وطني الحر وكذلك من قبل الثنائي الشعي وقد تم إبلاغ هذا الرفض للحريري إلا أن ثم تاليون قد تطرأ وتعزز إمكان قبول الحريري بحكومة تكنوسياسية إذا ما نفذ شرط آخر يبعد عن الحكومة بعض الأسماء التي يعتبرها الحريري مستفزة كاسم الوزيج ابنان باسيل وتقول المصادر المشاركة بالاتصالات مع الحريري إن العقدة الأساس كامنة هنا وليس في أي مكان آخر وفيما ترددت أمس معلومات عن إعادة تعويم اسم المهندس سميل الخطيب لتشكيل الحكومة فإن المقربين من الحريري لم يبدو ما يوحي بسلبية أو إيجابية حيال اسم الخطيب بل ألقوا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لكي يبدر فورا إلى الدعوة إلى الاستجارات الملزمة وردا على سؤال رفض القريبون من الحريري تأكيد ما إذا كان لا يزال مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة بل أكدوا أن اسم مرشحنا نعلنه في الاستجارات الملزمة إلا أن مصادر في كتلة المستقبل أكدت للجمهورية أن رئيس الحريري هو المرشح الوحيد للكتلة ولا أحد غير الحريري إلى صحيفة نداء الوطن مشاهدين وأيضا من مشات نداء الوطن لليوم إذن في جديد الكباش الحكومي كشفت مصادر مواكبة لخطوط الاتصالات المفتوحة بين مختلف الأفريقاء أن العقدة ليست متوقفة عند شخص المرشح لرئاسة الحكومة كما يجري التداول به إعلاميا من باب رمي الاتهامات وتقاضف كرة المسئوليات إنما هي متصلة بشكل الحكومة ونوعيتها وأسماء المستوزنين فيها مضيحة لنداء الوطن أن فريق 8 أذار يعمل على ضخ أجواء تحمل رئيس الحكومة مسئولية عرقلة تكليف فلان أو فلان لرئاسة الحكومة العتيدة بينما في كواليس المشاورات والاتصالات تتمحور الإشكالية حول محاولة إبقاء القديم على قدمه في عملية التمثيل السياسي في التشكيل الحكومية عبر إعادة توزير الأسماء الاستفزازية وإعادة إنتاج التركيب الوزرية عينها التي انتفض الناس عليها مع تلوينة من الاختصاصيين تطفي طابعا تكنقراطيا عليها وأردفت هنا جوهر الإشكالية وما إن يتم تثليلها والإقلاع عن المكابرة والعودة إلى سماع صوت الناس فإن الحكومة تتشكل وردا على سؤال لم تستبعد المصادر حدوث خرق ما خلال الساعات المقبلة ربطا بما يحكى عن ارتفاع حضوظ المرشح الخطيب مؤكدة أنه يحظى بدعم الرئيس الحريري على أمل بأن لا يحصل معه ما كان قد حصل مع الوزير السابق بهيش طبارة الذي كان قد حضي بالدعم اللازم لكن الشروط السياسية التي وضعت على تركيبة الحكومة الوانوية تأليف وهي التي دفعته إلى العزوف على المضي قدما نحو مهمة التكليف والتأليف وفي الخبر ما قبل الأخير من صحيفة الشرق الأوسط لمحمد شقير تحت عنوان اجتماع بعبد الملي أعلامي بلا مفاعيل اقتصادية هدفه صرف الأنظار عن تأخير الاستشارات والحريري غاب عنه بعد دعوته قضيف كتب محمد شقير وعن مصدر وزري سؤال فيما سأل مصدر وزري ما إذا كان رئيس الجمهورية يهدف من خلال رعايته الاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد بالأمس بدعوة منه لتمرير رسالة إلى الرأي العام اللبناني مفادها أن الحريري يستنكف عن القيام بتصريف الأعمال وقارر الاعتكاف رغم التأزم غير المسبوك للوضعين المالي والاقتصادي وبالتالي فأن عون ينوب عنه في تصريف الأعمال وقال أن امتناع رئيس الجمهورية عن التنصيق مع الحريري يصب في خانة الحملة التي بدأت تستهدف الأخير بذريعة امتناعه عن تصريف الأعمال وهذا ما دفع بمصدر مقرب منه للرد على سؤال حول استغراب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها لكن ما لم يوافق عليه الحريري بحسب المصدر الوزاري يتعلق بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للنظر في الوضع الأمني في ضوء اتساع لاحتجاجات من قبل الحركة الشعبي وعلمت الشرق الأوسط بأنه لم يكن ثمت مبرر لعقد مثل هذا الاجتماع في ظل حكومة مستقيلة خصوصا القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وفي استعاب الاعتصامات بعدما رسمت للذين يقومون بها مجموعة من الخطوط الحمر تحضر عليهم اللجوء إلى قطع الطرقات وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مع حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع في الساحات العامة نختم مشاهدين بفقرة أسرار الآلهة من صحيفة النهاروى أخبار متفرقة نبدأها بالخبر الأول مستشار في بعبدة يلاحظ أن رئيس حزب ووزير سابق ومستشار لمعظم العهود يزور قصر بعبدة أكثر من مرة في الأسبوع ويسدي نصائح ويتشاور مع رئيس الجمهورية حول مسائل كثيرة يؤخذ برأيه هي لها في الخبر الثاني كلمة سر خارجية قال وزير سابق أن كلمة السر الخارجية للانطلاق في عملية تأليف الحكومة لا يزال أحمر اللون والكل يعرف ذلك والكل يناور لتمضية الوقت وفي الخبر الأخير أطباء بالدولار الخبر المؤسف عمد أطباء يتقضون نحو 100 دولار لقاء المعاينة إلى رفع القيمة بالليرة اللبنانية إلى 180 ألف ما ولد استياء كبير لدى المرضى ولدى الجميع بهذا نأتي مشاهدين إلى ختم فقرة الصحفاص القصير ونعود لمتابعة الحدث وزميلة كاترين وضيفها شكراً للمشاهدة شكرا